موسيقى حياكم الله مشاهدين الكرام كلمة سر في السودان اليوم يتم استخدامها لإقصاء الآخرين للتنمر عليهم لشيطنتهم لإلصاقهم بالنظام البائد نظام عمر حسن البشير إن أردت التظاهرة ضد الجوع رموك بهذا الوصف إن أردت التظاهرة من أجل رغيف الخبز رموك بهذه الكلمة إن أردت التظاهرة من أجل الكهرباء من أجل الماء من أجل البنزين رموك بهذا الوصف إن أردت التظاهرة من أجل دينك من أجل سيادة وطنك من أجل نصرة شريعتك رموك به حتى لو كنت عالما معروفا بمعارضتك لحكم البشير طيلة عمرك ماذا فعلوا ليبعدوك رموك بهذا الوصف ليظلموك لينفوك أو حتى يقصوك كما يقول كثير من السودانيين كوز أو كيزان كلمة لم تعد تستخدم ضد أنصار البشير بل تحولت في السودان اليوم إلى دعوة عنصرية إقصائية يستغلها البعض للعودة بالسودانيين إلى عهد الظلم والاستبداد فهل يقبلوا بهذا شباب الثورة؟ هل هذا هو السودان الذي ثاروا من أجله؟ متى يتم تأمين الحقوق؟ يتحقق ما ثار من أجله السودانيون تتحقق أحلام السودانيين؟ متى ينجز سودان العدل، التنمية، الخدمات والمساواة؟ هل التظاهرات التي بدأنا نشهدها بداية لإعادة تصحيح المسار؟ أهلا ومرحبا بكم معنا مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من السيديو التاسع نتناول في الجزء الأول منها الشأن السوداني أما في الجزء الثاني فسنكون مع الملف الليبي في الجزء الأول سيكون معنا فضيلة الدكتور محمد عبد الكريم رئيس تيار نصرة الشريعة ودولة القانون ونبدأ معه الحوارة تابعنا معكم هذا التقرير والنقاش قد بدأ مع الدكتور محمد عبد الكريم أثناء التقرير أهلا ومرحبا بكم فضيلة الدكتور معنا في السيديو التاسعة رئيس تيار نصرة الشريعة ودولة القانون في السودان ما هو العنوان في السودان اليوم؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أحييك وأحيي المشاهدين عبر قناة التاسعة العنوان الآن هو انطلاق الشعب السوداني نحو تصحيح ثورته بمعنى أن الشعب السوداني وصل إلى خناعة كاملة أن الذين يتحدثون الآن عن الثورة باسم هذه الحكومة الانتقالية لهم شواغل غير شواغل الشعب السوداني وأن هؤلاء جاءوا من أجل أجندات محددة في رسم خارطة غير الخارطة التي يريدها الشعب السوداني في شعاراته الكبيرة الحرية والعدالة والمساواة فالحرية ظهرت أنها بمفهوم هذه الحكومة الكسب السلطوي السياسي من خلال مقاليد الحكم التي توصلوا إليها باسم هذه الثورة الحرية تعني عندهم أن يكونوا أحراراً فيما يفصلونه من القوانين فيما يضعونه من السياسات وأنه ليس لأحد أن يتدخل في هذه القرارات الحرية تعني أنهم أحرار فيما يفعلونهم في الفترة الانتقالية من سن تشريعات من شطب قوانين العدالة غائبة فالنائب العام الذي نصبوه من حقه أنه يسن بلاغات أو يجيز بلاغات لاعتقال أعداد من الناشطين أو من المعارضين من دون توجيه أي تهم الزج بهم في السجون لشهور نحن في تيار نصرة الشريعة ودولة القانون أعتقل عدد من أعضاء تيار نصرة الشريعة ودولة القانون هذا أكثر من عنوان هذا تفصيل وسنفصل أكثر معك لكن بالنسبة للتظاهرات الأمس هل هي بداية جديدة في السودان أم مجرد مظاهرات محدودة ستجيبني عن هذا السؤال بعد أن نتابع هذه المشاهد للتظاهرات التي خرجت في السودان في جمعة الغضب كما سميت دكتور محمد المصمحة لأننا نتابع معكم مشاهدين الكرام هذا الفيديو تفضلوا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر هذا جزء من تظاهرات أمس في الخرطوم مشاهدين الكرام في العاصمة السودانية دكتور محمد كيف تنظرون إلى هذه التظاهرات أنتم في طيار نصرة الشريعة ودولة القانون هل توقعتم خروج الناس بهذه الطريقة أمس؟ نحن حقيقة يعني على ثقة كاملة أن الشعب السوداني لا يحتاج حقيقة إلى كثير من التحريض إذا مُس في دينه وعقيدته نحن في طيار نصرة الشريعة ودولة القانون كنا ضم مجموعات من الأحزاب السياسية والناشطين الذين دعونا إلى التظاهرة الأمس واحتجاجات الأمس في جمعة الغضب وبدلا من أن ترعى الحكومة حكومة قحط التي جاءت باسم الحريات وجاءت باسم حماية التظاهرات وكفالة التظاهرات قامت هذه الحكومة عبر الأجهزة الأمنية بحضرة تجوال وغلق الجسور المؤدية إلى نقطة التجمع الرئيسية التي كانت في الجامعة الكبيرة بالخرطوم في قلب الخرطوم هذه مفارقة كبرى دكتور شيء عجيب نشر الجيش بطريقة لافتة جدا وهذا يدلك تماما على أن هذه الحكومة أبعد ما تكون عن الشعب وعما جاءت به من كفالة حرية الشعب في التعبير يعني هذه تظاهرة سودانية سلمية من مناطق مختلفة لأنها حتى لا تنجح هذه التظاهرة عمدوا إلى الجسور فأغلقوها لدرجة أن أحد المرضى جاء من الشمالية من أجل أن يدخل المستشفى خمس ساعات وهو على الجسر حتى مات والطبيب يترجى الضابط ويترجى أن يدخل هذا الطبيب إلى المشفى يعني من الجسر فيقول له عندنا قرارات من مجلس الوزراء من مجلس الوزراء بغلق هذه الجسور أمام أي أحد قال هذا المريض سيموت قال لي يموت هذا هو من باختصار شديد جدا هذه حرية قحت هذه فاجعة الأمر الآخر الذي لم يحدث في تاريخ السودان يعني رغم توالي الحكومات الدكتاتورية والقمعية ما جرؤت هذه الحكومات على أن تغلق المساجد لأول مرة في تاريخ السودان لم يحدث هذا حتى مع الاستعمار الإنجليزي الذي كنا نقاومه حتى حصلنا على استقلالنا عمدت حكومة قحت عبر لجانها الأمنية إلى غلق المساجد الكبيرة مسجد بحري مسجد أمدرمان الكبير حتى اضطر المصلون لكثرتهم والاحتجاجاتهم أن يفتحوا هذه المساجد علوة ويصلوا فيها صلاة الجمعة ويخرجوا منها في هذه التظاهرات هل سمعت بكفالة للحريات أكثر مما نحن عليه الآن؟ يعني مساجدنا تغلق المساجد ومساجد السودان تغلق لخوفا من خروج مظاهرات واحتجاجات ضد انتهاك الشريعة طيب بما أنك دكتور أشرت إلى هذه الفاجعة حقيقة التي حصلت وأدت لوفاة أحد المرضى خلينا نشوف هذا الفيديو المتعلق بهذه الجريمة إذا بدك ضمن هذا الفيديو مع المشاهدين الكرام تفضل المشاهدين إذن وفاة مريض بسيارة إسعاف بسبب إغلاق الطرق من قبل الحكومة في السودان تفضل دكتور محمد فيديو مؤثر مشاهدين الكرام هذا الدكتور محمد زين هذا الطبيب محمد زين هو من الناشطين الأطباء الذين أبلوا بلاء حسنا في كورونا يعني في أزمة كورونا مشهود له على صفحته وحقيقة هذا المشهد مؤلم جدا يعني يدل على أنه يعني ليس يعني أبسط 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 قواعد يعني العدالة والحرية وهذه الشعارات أنك أنت ترعى روح الإنسان وتحافظ عليه هل دم السوداني رخيص لهذه الدرجة في قضايا السياسية طيب يعني نحن كل ما دعونا هل كل ما دعونا إلى تظاهرات واحتجاجات ستقوم هذه الحكومة بغلق الجسور ومن وإحداث هذه الفواجع أنا أدعو إلى يعني إلى فتح بلاغات وأظن أن الأسرة سأل الله تعالى تخبلوا شهيد قد سعى قد أخرجوا بياننا اليوم في تحميل الحكومة المسؤولية كاملة لما جرى لفقيدهم نسأل الله تبارك وتعالى يتقبله عنده في المهديين الصالحين لكن الجيش هو الذي أغلق الجسور دكتور محمد الجيش بأمر من المجلس الوزراء يعني هو الجهاز الشرطي وأيضا القوات النظامية هي في يد الحادث الحكومة فهذه الحكومة هي التي وجهت بغلق الجسور وبغلق المساجد ولكن رغم ذلك كله فإن الشعب السوداني يعني شعب متمرد على الظلم والظلمة يعني هؤلاء ما وعوا الدرس بعد ما فهموا الدرس يعني إذا كان هذا الشعب يعني قد خرج على البشير الذي كان مدججا بقوات وكان أقوى منهم بمراحل يعني بتنوع الأجهزة الأمنية التي كان يملكها ومع ذلك الشعب السوداني تجاوز كل ذلك كل هذا الإرهاب ربما يعتقدون أن الشعب معهم اليوم هذا هم لو كانوا يعتبرون الشعب معهم أكمل لك الصورة اللي تظاهر أمس دكتور مجموعة من الكيزان وأنصار النظام السابق نظام البشير لا ثقلة لهم في السودان اليوم الشعب السوداني هو مع حكومة الثورة حكومة عبدالله حمدوك هذا طبعا منطق فرعون لما قال إنهم لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائضون هذا التناقض نفسه يعني طيب إذا كان هم يشرذمة قليلون فلماذا يغيضونك يعني أنت إذا كنت تعتبر أن هؤلاء حفنة قليلة من الناس لن يمثلوا شيئا ولن يهزوا لك عرشا وأنت تجلس يعني متمكنا مطمئنا يعني في كامل الثقة طيب لماذا تخاف لماذا لا تترك هؤلاء بعدين لو قلنا كيزان لو قلنا هؤلاء يكون لهم كيزان وهذا طبعا ليس صحيح كلمة السر هذه اليوم هؤلاء أنا أقول لك خرجوا من مساجدنا يعني معظم المساجد التي كانت في أثناء الثورة يعني كانت مع الثوار وكانت ضد البشير وكنا نخطب على هذه المنابر الخطب ثم نعتقل ونأخذ إلى السجون في حين أن بعض الذين الآن في هذه الحكومة ويتمتعون بظلها كانوا يقتاتون على موائد البشير ويقتاتون على موائد المؤتمر الوطني ويعقدون معهم الصفقات وموجودة السجلات موجودة في صفقات هؤلاء مع المؤتمر الوطني أنهم كانوا يتأكلون على موائد المؤتمر الوطني نحن والشعب عموما الشعب نحن الذين كنا نضطهد نحن الذين كانت تمنع منا حقوقنا نفصل من جامعاتنا يضيق علينا من قبل هذا النظام النظام السابق هؤلاء هم الشعب عموما لكن هب أن هؤلاء كيازان طيب الكيازان هؤلاء ليسوا مواطنين سودانيين شطبنا جنسياتهم شطبنا حقوقهم السياسية ما عندهم أي حقوق لا يجوز لهم أن يعبروا ولا بشيء طيب أين الحرية الحرية لك ولغيرك إذا كان منهم من أفسد هؤلاء يريدون العودة بالسودان إلى حكم البشير وعهد البشير هم الآن سترى من خلال السرد الذي سأذكره لك الآن هم الذين لا يريدون العودة بنا إلى البشير هم يريدون العودة بنا إلى السبعينات إلى 74 كما أعلن اليوم الحزب الشيوعي في أنه يريد دستور يلغي الدستير السابق ويرجع إلى دستور 74 محمد جلال هاشم محمد جلال أيضا محمد جلال هذا من فترة لكن الآن الجديد الآن الحزب الشيوعي أعلن بأنه حتى هذا العبث الذي يفعله وزير العدل اليوم قالوا هذا ترقيع لا نريده نحن نريد شطب شيء اسمه القوانين الإسلامية نريد شطب شيء اسمه قانون الجلال طب خليني بس اسمحوا دكتور جايين لها هذه تصريحات وزير العدل ومحمد جلال هاشم وغيرها بس حتى نخلص من موضوع أهمية التظاهرات أمس إلى أي درجة بالفعل خروج الناس أمس بهذه الطريقة يمثل بداية جديدة لتصحيح ربما محاولة لتصحيح مسار الثورة السودان في تاريخه النضالي والكفاحي ضد المستعمر وضد الظلمة كانت المساجد تمثل ركيزة أساسية في هذا التغيير ركيزة أساسية المساجد والجوامع والزوايا شيء أساسي وبالتالي هذا الذي يحدث ليس جديدا في تاريخ السودان النضالي إن المساجد أن تكون الغضب يوم الجمعة هذا اليوم المبارك وأن تكون الغضب من المساجد من بيوت الله تبارك وتعالى وهذا أبرك ما يكون فهي أطهر البقاع إلى الله تبارك وتعالى ولا يخرج من هذه المساجد إلا أطهر الناس وأفضل الناس إن شاء الله تعالى لأنهم هم الذين يؤمون يقومون بهذه الفريضة المحزن في الأمر أن هذه الحكومة للأسف الشديد لا تريد أن تفهم هذه الرسائل ولا تلتقط هذه الرسائل لأنها لا عقل لها لا فهم لها ولا دراية لها حتى بدروب السياسة فبدلا من أن تكسب هذا الشعب السوداني وتتناغم مع هوية هذا الشعب السوداني وتطلعات هذا الشعب السوداني تستفز هذا الشعب السوداني في أعز ما يملك أنا ما رأيت غباء أكثر من هذا الغباء دكتور بالنسبة لمن لم يشارك بمظاهرات الأمس بتقديركم ينظر للمتظاهرين نظرة فيها تعاطف فيها تضامن أو لا ينظر إليهم فيه عندنا اليوم انقسام في السودان أنا أجزم لك ويعني أشهد بهذا هنا وعند الله عز وجل أن معظم أهل السودان ضد هذه التعديلات التي يتحدثون عنها اليوم وأن من لم يستطع أن يذهب فإنما حيل بينهم وبين أن يذهب لأنه نسأل هذه كثير من الذين ذهبوا إلى هذه الجسور وجدوها مغلقة ما كان عندهم يعني الطريقة أن يذهبوا إلى مساجد تظاهرون فيها أنا متأكد تماما أن هذه الجسور منعت كثير من الناس أن يذهبوا ولكن أنا أبشرهم بما يسوءهم إن شاء الله تعالى أن الشعب السوداني مصمم على تكرار هذه الجمعة بإذن الله عز وجل ولن يتوقف الشعب السوداني في نضاله وكفاحه ضد هذه الشرذمة حتى يطيح بهم وحتى نصحح مسار هذه الثورة من أجل أن نعود إلى هويتنا ومن أجل أن نصل إلى خطة سواء هي منطق العدالة يعني من الآن دكتور تدعون للتظاهر الجمعة القادمة؟ الجمعة القادمة والتي بعدها لن يتوقف الشباب بإذن الله تعالى لماذا؟ لأن هذه القضية قضية نكون أو لا نكون يعني بمعنى آخر الشعب السوداني جزء أساسي من تطلعاته وأمانيه مرتبط بدينه فإن تلما تأتي وتريد أن تفرض علي وعلى أجيالي وعلى أبنائي أن تكون مدارسهم ومناهجهم ليس فيها دين كما يريد القراء في شطب آيات القرآن الكريم وتريد لهذه الأحيائنا أن تكون مرتعا للدعارة ولبائعات الهوى كما يقال والزنا والخناء تريد للخمر أن يعاقر مرة أخرى في شوارع السودان تحت مسمى أو تحت تبرير غير المسلمين تحت تبرير غير المسلمين يعني هذه الخطوات التي تريدها حكومة قحطة اليوم في التغيير المجتمعي وفي تغيير هوية الدولة في الفترة الانتقالية هذه ليست جديد في تاريخ السودان هم حاولوا من قبل في أكتوبر في الستينات كانت عندنا ثورة عظيمة مجيدة ثورة أكتوبر أفسدها هؤلاء على السياسيين بهذا النزق السياسي هذا النزق السياسي وشهد شاهد ممن كان آنذاك وهو السيد الصادق المهدي في مقطع مهم جدا وثائقي بعنوان في برنامج مشهور اسمه في حياتنا قال السيد الصادق المهدي وهو رئيس حجم الأمة يقول السيد الصادق المهدي إننا بعد هذه الثورة ثورة أكتوبر حاولنا أن نقنق يعني اجتمعنا مع الأحزاب السياسية وقلنا لهم خالطة الطريق فترة انتقالية محدودة هذه الفترة الانتقالية المحدودة لا نقوم فيها بأي تشريعات وإنما بعدها تكون انتخابات ومتمر دستوري أو يكون بعدها الانتخابات والنظر في موضوع الدستور يقول ولكن حزبا معينا كان يسر أولا على مط هذه الفترة الانتقالية يريد أن ينتقل بالفترة الانتقالية إلى سنوات لا يريد فترة انتقالية محدودة قال له المزيع يعني من هذا الحزب بالذات قال الحزب الشيوعي هو نفسه الحزب اليوم الذي يتبوى على الذي يسير هذه الذي هو جزء من هذه الحكومة حكومة قح وله القتحة المعلّة فيها في توجيهها يقول السيد الصادق المهدي هذه الحزب الشيوعي أصروا على أن يقوموا بتشريعات مجتمعية تغيير المجتمع يقول فهم هؤلاء أفسدوا علينا هذه شهادة مهمة جدا التاريخ يا أستاذ علاء الآن يعيد نفسه الثوار مدهوشين في تواصل بينكم وبين الصادق المهدي اليوم يعني كان في بداية الثورة هناك لقاء باسم تلاف التنمية لكن يعني ما حصل هناك لقاءات أخرى لكن أنا أقول الآن فيما يتعلق بهذا الموضوع الآن التاريخ يعيد نفسه الصدمة التي يجدها الثوار من الشباب الذين لم يقرأوا التاريخ تاريخ هؤلاء اليوم هذا الكلام مهم جدا أن يطلعوا عليه حتى يفسر لهم هذا اللغز يعني لماذا هذا الإرباك في الفترة الانتقالية نحن أطحنا بالبشير من أجل حكومة مدنية حقيقية ومن أجل عدالة حقيقية ما الذي يحدث؟ ما هذا الذي يحدث؟ هذا الذي يحدث إجابته في هذا المقطع المهم التاريخي عندي إن هؤلاء لم يتعظون نفس دكتور محمد ولا يعقلون حتى اليوم تشعر من خلال المتابعات يعني كان على مواقع التواصل الاجتماعي أو ما سنتابعه الفيديو الآن لبرنامج يُعرض على تلفزيون العربي يقدمه شاب سوداني محمد عويضة تشعر بأنه اليوم الشباب السوداني ربما ينظر بطريقة مختلفة للتعديلات القانونية غير ما تقدمه حضرتك خلينا نشوف هذا المقطع على كل حال ونسمع منك ردا وتوضيحا وتعليقا على ما جاء في هذا البرنامج تفضلوا المشاهدين ونتابع معنا هذا المقطع طيب جاهز معنا طيب لريث ما يجهز في مشكلة اليوم في طريقة النظرة لهذه التعديلات القانونية دكتور محمد من قبل شباب سودانيين يعني هل هم لا يدركون خطورة الأمر أم أنهم يدركون ويسكتون شو القضية هنا يعني هو فيه هناك غياب طبعا أنت تعلم الجوانب القانونية الجوانب القانونية وما يتعلق باللوائح والنظم طيب صار جاهز معنا المقطع شو رأيك دكتور مشوفه وتوضح لنا تفضلوا المشاهدين اللي عاوز منكم أنا يا الناس اللي قايمين وجايطين هس يقول لك إباحة الخمر وإباحة الدعارة في السودان ما في أول حاجة ما في سوداني عصيل راجل طيب هذا مقطع من برنامج يعرض على التلفزيون العربي مشاهدين الكرام يعني آخر الكلام طبعا يختلف عن بداية الكلام بداية الكلام أنه بالنسبة للتعديلات القانونية يدعو كل شاب سوداني لكي يذهب ويضطع على هذه التعديلات وعلى القوانين الماضية ويقارن بينهم أنه تعالوا منتناقش وما أعجبكم من غير القوانين يعني تناول الأمر بهذه الطريقة شو رأيك فيها دكتور محمد طبعا أنا أؤيده في الأول وخالفه في الثاني أؤيده في أولا فعلا لازم نقرأ القوانين وياريته وقرأ القوانين يعني هو الآن ماذا فعل المشكلة أنه ما قرأ المشكلة أنه هو الآن عرض صورة الجريدة جريدة العدلية التي أجيزت فيها هذه القوانين الجديدة ولم يقرأ القانون السابق والقانون اللاحق يعني المنضوعية والأمانة كانت تحتم عليه عشان هو يكون يعني يعني هو فعلا يعني يرفع وعي الناس أنه يقول كانت القوانين كذا والتعديل تم في كذا وكذا وبالتالي القانون الجديد أفضل من القانون القديم والقانون الجديد يعبر عن الشريعة الإسلامية أحسن من القانون الأول أما أنه يعرض هكذا بطريقة لا تستطيع أن تفهم ما الذي يحدث فأنت زدت الأمر غموضا هذه ناحية أولى الناحية الثانية كويس جدا أنا منطق وممتاز إنه والله حاجة خالف الدين وتخالف الشريعة إحنا ضدها جميع هذا الكلام هو عين المطلوب هذا ما نريده نقول له بكل علم وفهم ودراسة لهذه القوانين لأننا نحن متابعين هذه القوانين منذ أن بدأ العبث فيها وحديث وزير العدل ووضع هذه القوانين على منضدت رئاسة الوزراء إحنا متابعين أولا بأول هذه القوانين قوانين من الخطورة بمكان كيف يقول إنسان أنه الأول ألغى حد الردة حد الردة حد مجمع عليه عند الفقهاء عموما عند كل الفقهاء أن يصى عسلم يقول من بدأ لدينا وفاقتلوه ذكر الإجماع ابن عبد البارق وغيره هل هذا التغيير تم أم لا تم نجي في موضوع الدعارة هو أجملها كلها بمسألة أنه يا شباب السودان إذا ما عجبكم من ناقش ويقول فيه كذب يقول فيه كذب لا بس آخر شي قال لك أنه نشيله بره القانون اللي ما يعجبكم اللي ما يعجبوش أيوة كيف نشيله بره يعني لهذه البساطة أيوة هذه القضلة نفسها ما هو المشكلة هذا الذي مين اللي رح يشيله بره أنا والله ما كنت تعرف أنك ستعلق هذا المقطع لهذا الشخص يعني بالذات يعني أنا ما بعرف لكن أنا سأقدم مقدمة كثير من الناشطين ومن الشباب اللي هم متحمسين للثورة ويريدون وطن جامع وعدالة حقيقية أحيانا يعني لا يدركون المكر السياسيين المكر السياسي نحن نقول لهم يا شباب خلونا نمشي أو يا إخوة خلونا نمشي بالطريقة المنطقية البسيطة حكومة انتقالية ليس من حقها أن تعبث في القوانين هذه نقطة هذه من البدهيات حكومة انتقالية يعني حكومة تسيير أعمال أنت المفترض تنتظر إلى أن تكون هنا انتخابات ويكون هناك متخصصون ينظرون في هذه القوانين ما الذي يصلح منه وما الذي لا يصلح الأمر الثاني اللي هو فيه تلبيس كبير جدا مثلا في كلام هذا كلام إن القوانين دي أخير من قوانين الكيزان هو من قال لك أن الكيزان هم اللي وضعوا القوانين قانون الجنائي القانون الجنائي هذا وضع سنة 83 وضع في عهد نوميري والناس اللي قعدوا لصياغة هذه القوانين هم من اتجاهات مختلفة ما كانوا من الاتجاه الإسلامي وحده كانوا قضاة وكانوا متخصصين وبعدين نحن لازم نفهم لأنه كثير من هؤلاء الشباب ما كانوا موجودين آنذاك في هذا الوقت من 84 هذه القوانين دكور محمد أيوة هذه القوانين تزامنت يا أخ علاء آنذاك في التمانينات بداية التمانينات مع الصحوة وجدت في الشعوب الإسلامية وحنين إلى الشريعة الإسلامية ضياء الحق رحمة الله عليه أعلن الشريعة الإسلامية في باكستان وشك اللجنة عرفت في السودان نفس الحكاية جعفر نيميري أعلن الشريعة الإسلامية وشك اللجنة وهذه اللي جانب المناسبة ما خرجت بهذا القانون إلا بعد أن طافت على عدد من الدول العربية للاستفادة من تجربتهم في صياغة القانون وفق الشريعة الإسلامية فبالتالي لما نجي يقول الآن أن هذه القوانين قوانين كيزان إحنا بالعكس إحنا أهم أسباب معارضتنا لحكومة الإنقاذ أنها كانت تنغمس عندها دغمسة ما كانت تنفذ هذا القانون على وجهه الصحيح فإحنا مشكلتنا أصلا مع حكومة الإنقاذ أنها جاءت إلى الإرث الذي كان موجودا من عهد جعفر نيميري في قضية القوانين الإسلامية ولم تتعامل بجدية في قضية إنفاذ هذا القوانين ولكي يكون هذا القانون يعني بصورة سلسة عبر نظام الحسبة نظام يراعي أوضاع السودانيين يراعي يرتفع بهم ما كان هناك اهتمام كبير في هذا الصدد وكان هناك مبارسات خاطئة فإحنا السؤال هنا إذا كانت هناك مبارسات خاطئة لقانون صحيح هل الصواب أن نصحح هذه الممارسات أم نكر على هذا القانون الصحيح بالنقب ما فيه إنسان منطق عنده منطق يقول والله أنا إذا كان فيه قاضي أو مجموعة قضاة جاءوا إلى قانون مثلا للقصاص وتعاملوا مع هذا القانون بطريقة غير صحيحة غير مهنية المتحكم بالقرارة دكتور لا يريد تصحيح الممارسات هذه المشكلة يعني إدراء القانون تجي لهذا القاضي الذي أخفأ مثلا في قانون القصص وكان يرتكب مخالفات ونقول نلغي قانون القصص لأنه كانت الممارسات خاطئة هذا غير صحيح فإحنا يعني أنا أدعو الشباب فعلا زي ما قال الأخ قبل قليل أدعو الشباب إلى القراءة الصحيحة إلى المفاكرة من غير يعني إلقاء الكلام يعني بعدين يعني في بيننا وبين الشباب مسألة مهمة جدا القانون هذا قبل أن يجاز تحول إلى جهة الاختصاص إلى جهة مهمة من جهات الاختصاص مجمع الفقه الإسلامي مجمع الفقه الإسلامي أخرج تقريره إلى مجلس السيادة يعني أخرج تقريره إنه لا ينبغي تعديل هذه القوانين بهذا الشكل لأنها مخالفة للشريعة الإسلامية ولو لا ضيق الوقت لقرأت عليك أنا تقرير مجمع الفقه الإسلامي يعني نقطة النقطة فيما يتعلق بالردة فيما يتعلق بالدعارة فيما يتعلق بموضوع الخمر موضوع الخمر ده يعني عشان أنا أوضح أكثر عشان الناس تفهم يعني هذا القانون القديم لم يقل بأنه على غير المسلمين ألا يشربوا الخمر في بيوتهم وليلتزموا بعدمش ما قال القانون القديم هكذا القانون القديم هو نظام يحكم الجميع أن إنسان يسكر أو إنسان يمارس يعني يتداول الخمر يعني الخارج خصوصياته هذا ينبغي أن يطبق عليه الحد مسلما كان أو غير مسلم أنا لو كنت في أمريكا وحصل مني مخالفة مرورية أو أي مخالفة القانون الأمريكي يطبق عليه مثلما يطبق على الأمريكي لا يمكن القانون الأمريكي يقول أنا أفرق ما بين اللي ديانت كذا وديانت كذا يعني هذا المنطق غير صحيح أصلا في قضية أنه أنا أفرق بعدين هذا هم وقعوا في عين التناقض عين التناقض أن الوثيقة الدستورية قالوا نسحب منها الإسلام عشان ما نفرق بين السودانيين طيب لما جاءوا الآن في قضية التعديلات رجعوا إلى الثنائية قالوا فيه مسلم وغير مسلم طيب إمتما وإذا بدك تترك الإسلام ما فيه مشكلة يعني إذا بدك تشرب خمره اترك الإسلام وشرب خمره نعم فإن يكون الحق يأتوا إليه مذعنين كما قال الله سبحانه وتعالى يعني إذا كان لهم الحق ودير بالك دكتور هنا كل الجدل كمان راح على أمور يعني لا تتعلق طيب صحيح ما هي مهمة جدا وثوابت وتهم المواطن السوداني بس فيه كمان أمور ثارة من أجلها السوداني تتعلق بالبطالة بالعيش الكريم بالخدمات دائما ما نتكلم عن هذا الكهرباء الماء كل هذه الأمور الآن الجدل الحاصل على حساب هذه القضايا ولا أيضا هذه شريعة إسلامية طيب شريعة إسلامية يعني هذا المفهوم الصيح ليست عقوبات ليست حدود وهم دائما يبدأون بقضايا الحدود بقضايا العقوبات حتى يوهم الناس بأن هي هذه الشريعة الشريعة هي التي تعاقبكم إذا فعلتم وتفعلوا وتفعل لا الشريعة لا الشريعة قوانينها يعني في السياسة في الاقتصاد في كل المجالات لكن هم هذه بالونة اختبار منهم يعني وهم بدأوا بهذه المسألة بالذات قضية الردة وقضية الخمر من باب فتح المجال في هذا المجتمع لكي يعني يتمرد على الدين ولكي يغذوا الشهوات فيه الشباب والشابات بتدرج بالتدرج طبعا وبعدين يعني شوف لاحظ أنه حد الردة شوف شوف وزير العدل يريد التدرج يعني لو حد الردة غيره لا يريد التدرج غيره يريد تطبيق الإلغاء الفوري لو نشوف حد الردة لما نجال المادة بتاعت الردة ماذا فعل يعني هو ألغى حد الردة ولم يقل والمرتد يدان مثلا بسجن بدل القتل يعني أو يعاقب بشيء قال وضع بدل هذه المادة مادة تجرم من يطلق الكفر على أفراد أو على جماعات أو غيره يعني انقلبت المادة رأسا على عقب مش 180 درجة 360 درجة إنه مش المرتد يعني يعاقب بالقتل لا من يتهم المرتد بالردة أو يقول بأنه ارتد وخرج عن الدين يعاقب بعشر سنوات سجن رأيت المهزلة يعني مادة يعني هو لم يلغي العقوبة فقط عرفتها وإنما عاقب من يرتدي بالجرم واضح دكتور بس تعرف شو الإشكارية الآن أيضا لما يحكي لك الأستاذ محمد عويضة إنه يا شباب إذا ما عجبكم الوضع يعني أي قانون منشيله برة هناك ثقة بهذه الحكومة يعني هذا دليل ثقة يعني هذا الكلام فيه هناك من يثق بعض الله حمدوك وحكومته بأنها ستستجيب لمطالب الشباب يعني موجود لا يمكننا أن نجعل الناس يعني شيئا واحدا فأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين يعني لا يمكن أن نجعل الناس شيئا واحدا نحن يعني نقوم بمهمة الإقناع بمهمة التوجيه لكن هذا يعني هذا لا لمثل الشعب السوداني بس الثقة موجودة بهذه الحكومة الثقة موجودة أنا أقول الثقة موجودة عند مجموعات إلى الآن موجودة لكن هذه الثقة بدأت تهتز عند كثيرين بسبب هذه الممارسات هل تقابلها أزمة ثقة بكل ما هو إسلامي دكتور؟ أنا أعطيك شيئا بس هاي المقابلة مهمة أديك مقشر أنا أعرف قام عدد من الإعلاميين باستطلاعات في الشارع السوداني حشوائية لعداد كبيرة من الشباب الذين كانوا في الثورة كلهم أنا الذي رأيته في الاستطلاع كلهم وكنت أتمنى أنه مثل الأخ هذا يقوم بها مثل هذا الاستطلاع كلهم قالوا هذه ليست مهمة هذه الحكومة وبعدها أي تغيير في قضايا الشريعة الإسلامية نحن ضدها هذا واحد وأنا أحجهم بهذا التالي التالي قناة الجزيرة وهي قناة مهنية محايدة قامت باستطلاع لآراء الشعب السوداني في موضوع التعديلات هذه فالسواد الأعظم كانت النتيجة السواد الأعظم في النتيجة أن معظمهم رفض هذه التعديلات كل له تبريره واحد يقول لك نحن ضد قضية الطعن في الشريعة معظمهم يقولون هذه ليست مهمة هذه الحكومة لماذا هذه الحكومة الحكومة ما كفلت لنا البنزين ولا كفلت لنا الخبز ولا حلت مشاكلنا الأساسية التي خرجنا فيها على البشير ما كانت مشكلتنا في قضية أن نشرب خمر ولا ما نشرب خمر ما كانت مشكلتنا في قضية أن نخفف القيود على الدعارة ما كانت مشكلتنا في قضية الردة وحد الردة يعني هذه المسألة ليست شواغل بالنسبة للشعب إحنا نكون منصفين لماذا نرجع إلى شواغل الشعب السوداني عشان نقول والله الحكومة هذه أصابت ولا ما أصابت وإذا قلتم فاعدلوا ربنا سبحانه وتعالى يقول لا يجرمنكم شرآن قوم على أن لا تعدلوا يعني وفي الأصل ليس من حقها أن تتعاطى مع هذه الملفات الكبرى نعم هذه بدهية وهذا الشيء الذي كنا نقوله من بداية نقول يا جماعة بعدون في الفترة الانتقالية من قضية الحديث عن التشريعات بعدون في الفترة الانتقالية عن أمور ليست مهم أي حكومة انتقالية خلونا إحنا في فترة آمنة مطمئنة حكومة محايدة نقف كلنا كشعب السوداني مع هذه الحكومة من أجل بناء مؤسسات دولة من أجل انتخابات نزيهة وحرة وعند ذلك ينجل الأمر والله هب إن شعب السوداني يومها اختار غير الشريعة الإسلامية سنقول إنا لله وإن يراجعون ما عندنا إلا الدعوة ونحن ناس سلميين يعني نحن ناس ملتزمين بقضية السلمية والدعوة بالحسنة والإرشاد وبالتالي إذن معناته في مشكلة في خلل دعوي يجب أن نعالج هذا الخلل ونسير إلى الناس لكن أنت ما تقفز على إرادتنا ما تقفز على إرادة الشعب السوداني إحنا لسنا مغفلين عشان أنت والله تجي تسوق قوانين في فترة انتقالية هذا لعب النار من غير تفويط شعبي هذا تحدي كبير من غير تفويط شعبي وبعد أن تجي تقول لي والله لا لا نحن عزين وطن آمن ووطن يسعنا جميعا كيف يسعنا جميعا وأنت تقصينا وأنت تقصي ديني وأنت تلغينا تلغينا كلنا هذا هذا فهم هذا فهم لا يبني الدولة التي نريدها إذا كنا نحن فعلا نريد دولة آمنة نريد قواعد عدلية تسعنا جميعا تمام جميل هذا الكلام دكتور خلينا نشوف مقطع لوزير العدل السوداني معنا حقيقة أكثر من مقطع له خلينا نشوف المقطع الأول عن ماذا يتحدث وتعلق عليها أيضا تفضل المشاهدين لكن جريمة تريد ده لأن هناك نقاش في الفقه الإسلامي حول هذا الموضوع ليس هذا هو المكان المناسب للخوض فيه لكن هناك جدل قديم فيه طيب هذا المقطع فيه طرح مفصل مشاهدين دكتور محمد لتعديل المادة المتعلقة بالدعارة طيب وقد يرى كثيرون هذا الطرحة منطقيا وأنه تم تعديل المادة بشكل حسنها بما يتلاءم ويتوافق مع الشريع الإسلامية بشكل أكبر طيب يعني الكلام الذي ذكره وزير العدل هذا في قضية تعديل مادة بمادة صحيح وأنا كنت أتابع معه حرفيا المادة السابقة والمادة اللاحقة طيب المادة السابقة لاحظ معي القضية الأساسية فيها طبعا التعديلات هي تعديلات طفيفة لكنها تفرغ المسألة من مضمونها كيف؟ هو لما انتحدث في المادة الأولى أنه يعني المادة الأولى هكذا دليمية أربعة وخمسين يعد مرتكبا جريمة ممارسة الدعارة من يوجد في محل للدعارة بحيث يحتمل أن يقوم بممارسة أفعال جنسية أو يكتسب من ممارستها طيب يحتمل يا دكتور طيب يحتمل الآن ويحاقب بالجلد بما لا يجاوز مئة جلدة أو بالسجن اثنين يقصد محل الدعارة مكان معادل اجتماع رجال ونساء أو رجال ونساء لا تقوم بينهم علاقات زوجية أو صلاة قربة وفي ظروف يرجح فيها حدوث ممارسات جنسية طيب ألغيت هذه المادة البديل يعد مرتكبا جريمة ممارسة الدعارة ما يوجد في محل الدعارة شوف هناك يعني في محل للدعارة أو في محل الدعارة ما في جديد هنا بقصد بقصد تقديم خدمة ذات طبيعة جنسية لآخر بمقابل أو بدونه مع عدم وجود أي علاقة شرعية تربط بينهما يقصد بمحل الدعارة أي مكان معدل ممارسة الدعارة أو سبقت إدانة حائزيها ومرتكبيه لآخر طيب هنا التعديلات التي أدخلها الوزير وهذه مشكلة أنه لما التعديلات تتم من غير يعني مشورة أهل الاختصاص أين المشكلة في التعديلات؟ طيب أين المشكلة في هذه المادة طيب هنا هو القضية من ناحية شكلية عامة أفرغ يعني هو هذه التعديلات الطفيفة في هذه المادة أفرغ عبرها المادة من محتواها جعل من العسير على القاضي معاقبة أحد عبر هذه المادة إلا بالاعتراف والإقرار هنا المشكلة من الذي القصود القصود هذه في الفقه الإسلامي ما هي مادة إذا كنا نتكلم عن قضية الشريعة أنا لك أن تعرف قصدي عرفت؟ أنا أخذ بالقرائن الموجودة المادة القديمة تعاقب من يقوم بممارسة الدعاء بالممارسة تشمل الطرفين أو من يتكسب من ممارستها تشمل الطرفين زائدا الوسيط أو العاملين باعتبار أن للمدير مادة مفصلة بينما المادة الجديدة تعد مرتكبا تعد مرتكبا الجريمة طرفي الخدمة الجنسية طيب أذكر لو سمحت الله حتى لا نفصل في القراءة أين تحفظكم على التعديلات يعني مش بالأصل مش بالأصل بس بالشريعة دعني أطيل في قضية ثانيا أركان الجريمة في المادة القديمة تواجد شخص في محل يحتمل أن الشخص يقوم بممارسة جنسية المحل معد لاجتماع رجال ونساء لا تربطهم قرابة زوجية في ظروف يرجح فيها حدوث ممارسات جنسية في المحل كلمة يحتمل مقروعة مع الظروف الراجحة لجعل المتهم يتحمل مسؤولية تواجده في هذا المحل والسلطة تقديرية للقاضي بينما في المادة الجديدة اشترط إثبات القصد مع الإغفال المتعمد لتعريف محل الدعارة يقصد بمحل الدعارة أي مكان معد لممارسة الدعارة كمن يقول لك يقصد مثلا بمكان الفلان شخص يتناول مثلا خمر معين أو مادة معينة شخص يتناول كيف أثبت القصد بلا تعريف للمحل أو النص على قراء وظروف الجريمة ماذا يفعل القاضي إذا جئ له بثلاث رجال أو ثلاث نساء لا تربط بينهم قرابة أو زواج تم ضبطهم في منزل لم يسبق إدانة حائزيه ولم يسبق أن شكى منهم أحد إلا هذه المرة اثنين في سرير وأربعة في سرير مثلا كيف يثبت المدعي القصد الجنائي في بيت عزابة زعمت أنها جاءت تشرب شاي يعني بمعنى أن هذا الكلام هل هذه مقدمة لترخيص مثلا طبعا هو هذه المسألة فتح الباب بمعنى لا يمكن للجهاز الشرطي ولا يمكن للأجهزة المعنية بتنفيذ القانون أنها تمسك شيء عرفت؟ بحيث أن تضع أشياء في هذا القانون يفرغ هذا القانون مضمونه بعدين هذا أحد درجات المكر لهذا الوزير الذي فضحه جلال الدين هناك مقطع مهم جدا لجلال الدين خلينا نشوفه شو رأيك الآن عضو الحركة الشعرية محمد جلال هاشم هذا مهم جدا يفسر لنا هذا التلاعب الآن سيفسر لنا الإطار العام ربما الذي يتكلم به وزير العدل نصر الدين عبد الباري تفضل المشاهدين أن نتابع هذا المقطع قلنا لدكتور نصر الدين عبد الباري لما قال أنا قاعد أفكك الخوانين الدينية وقعد ألغيها وأنه لك ما محتاج تشتغل بالقطاع هذا عضو الحركة الشعبية إذن جناح الحلو محمد جلال هاشم بكل صراحة بكل صراحة هو الآن هذا المقطع جزاكم الله خير عرضتوا هذا المقطع لأن هذا المقطع يفسر لنا تماما هذا الإرباك الآن الذي فيه نصر الدين نصر الدين للأسف ليس له يعني بدل ما ينصر الدين جاء من أجل تفكيك الدين شوفه التناقض يعني فجلال الدين هذا يقول له ما في داعي لللف والدوران الوزير نصر الدين يحارب الدين أيوة يحارب الدين وهو هذا شهد شاهد من أهلها الآن هذا يقول أفصح لنا نصر الدين وإذا في بلاغ يفتح يفتح ضد جلال الدين لأنه جلال هو اللي صرح قال إنه نصر الدين أباح لنا بهذا الكلام فنحن الآن شهد شاهد من أهلها قال هذا جلال الدين بأنه نصر الدين أباح لهم أفصح ليهم بأن القوانين دي خلوا ما تستعجلوا علينا إحنا حنفككها وحدة وحدة زي ما قالوا صامولة صامولة هم معترضين الحزب الشيوعي وجناح الحلو اللي داعين إلى العلمانية يقولون لا بجرة قلم أنت ما محتاج المسألة دي أنك تجي للقانون الجنائي عشان تدخل لي مواد زي دي يحتمل بدالها القصر أشطب وتقوم تفرغ أنت ما تحتاج المسألة دي أنت أشطب زي ما شطبت القانون اللي هو 2005 وجبت الوثيقة الدستورية وهو طبعا بيكذب أن شعب السوداني كان راضي وما في زون احتجه كلنا احتجينا نحن في تيار نصرة الشريعة ودولة القانون عقدنا مؤتمرات وخرجنا في مظاهرات لكي نعبر في رمضان وغير رمضان عن رفضنا لهذه الوثيقة الدستورية لأنها خلت من ذكر الإسلام والمرجعية الإسلامية فهذا الكلام يفسر لك تماما وأيضا يعني تور محمد هذا هو التوجه الحقيقي الآن هذا التوجه الحقيقي بس مختلفين شوف إذا اختلف اللصان بان المسروق هم الاختلاف بينهم في أيش الاختلاف إنه فريق يقول يجب إنه إحنا نكون أقصى من ذلك وأوضح من ذلك بدون دغمسة مستعجلين بدون دغمسة في الكفر يعني وفي الزام الناس بالكفر ومستعجلين وفي آخرين يقول لك لا هذه المسألة ما بتجي مع الشعب السوداني إحنا بالتدريج نفكك الدين ده شوية شوية حبة حبة زي ما يفعل الآن نصر الدين بعدين ينطليك واحد ما فاهم الموضوع كله يقول لك يا أخي هو عمل شنو نصر الدين ما جاب قوانين ألغى قوانين الكيزان هذه مشكلة التصريح هذا مشكلة أو حسنها أو حسنها يعني هذه مشكلة الشيء الثاني المهم جدا يعني أنا يعني في جانب آخر غير قضية اللي هو إلغاء موضوع الزي الفاضح في النظام العام قانون النظام العام قانون النظام العام هو قانون إجرائي لتطبيق القانون الجنائي السوداني في الممارسات وكذا إلى خيره الحكومة السودانية ما أحسنت في التطبيق في بعض الجوانب أو الذين كانوا يطبقون أحيانا ما كانوا ما كانوا على قدر من المهنية في هذا المسألة قانون الزي الفاضح جزء من قضية محاربة الدعارة لأنه قانون الزي الفاضح هذا بمعنى إنه إذا كان هذا الزي الفاضح ينم عن ريبة في هذه المرأة فيما يتعلق بممارسة الدعارة فينبغي معاقبتها من باب تعزيري وليس من باب حدي مما يكون وقايا لموضوع قضية نشر الدعارة جاء هؤلاء وألغوا هذا القانون قلنا لهم ما المشكلة مع هذا القانون المشكلة في الممارسة نصحح الممارسة مرة أخرى معي سمحني دكتور محمد لماذا يصر القوم على إثارة هذه البلفات ولا يعملون لما يكسبون به قلوب السودانيين بموضوع تأمين الخدمات تأمين ما يؤمن عيشة كريمة للمواطن السوداني هذا غرض هذا له أعدة أهداف عندهم أولى هذه الأهداف إشغالنا نحن جميعا بهذا اللغط الآن أنا وإنتبه أن ما كنا الآن هذا البرنامج نجعله مثلا في ملف اقتصادي أو في ملف حتى نسهم فيه بآرائنا مثلا في معالجة مشكلة أصبحنا الآن نعالج في قضية هي خارج اهتمامات الثورة السودانية إشغال الناس الشيء الثاني الإنسان دائما حينما يفشل فيه شيء عرفت كيف يلوحه بالحيط القصيرة زي ما يقولوا السودانيين يعني الشيء له ما قدر عليه يحاول تغطية يعني يقوم يشوف له حاجة يقدر عليها يعملها على أساس أنه من خلالها يحاول أن يقول لمن يتابعه ممن على شاكلته أنه أنا عملت حاجر فهو الآن بهذا الإجراء هو ما بيخاطب الشعب السوداني هو بيخاطب الخارج السفارات التي ترقب مسألة أنه هل هؤلاء ممكن يتخلوا عن الشريعة الإسلامية أم لا ممكن هو يريد أن يوجه رسالة يوجه رسالة للدول الاستعمارية هذا هو بيخ القصيد دكتور طبعا على رأسها بريطانيا ولذلك بريطانيا رحبت بهذه التغييرات هناك منظمة أمريكية تجوب السودان في داخل السودان تجلس مع المسؤولين تقول لهم أنه لابد من تغيير هذه القانون أولها قانون الردة القانون الذي قال عنه الوزير الآن في خطابه دا قال هذا القانون يهدد السلم الاجتماعي الله الله حدود الله تهدد السلم الاجتماعي متين كان هذا القانون يهدد السلم الاجتماعي إحنا منذ جاءت الإنقاذ لم تطبق حد الردة ولا على شخص واحد ولا على نصف شخص ما تم حد الردة تطبق على محمود محمد طه في تاريخ وضع هذا القانون القانون الجنائي فأين تهديد السلم الاجتماعي بقانون حد الردة غير أن المقصود من ذلك فتح باب الردة طيب أنت لما تفتح باب الردة حد الردة ويطلع واحد في نيالة ولا في الفاشر ويقول يا جماعة أنا كفرت بالدين ويتخذ موقف من الإسلام لما أنت كسلطة ما تتدخل لمعاقبة هذا الشخص أنت بتترك المجال للناس العاديين ربما لكي يقتصوا من هذا الشخص أنت عرضت السلم الاجتماعي للتهديد حينما يفتح باب الردة عرفت كيف في شعب غيور على دين ولا يرضى بأن يمس هذا الدين معناته أنت هددت السلم الاجتماعي فأين هذا الكلام ليس صحيحا لا ما عنده واقع فهو يكذبون يعني أنا أتحدى هذه التعديلات دكتور ستفتح الباب أمام مشاكل اجتماعية؟ طبعا ولذلك أنا أؤيد كلام يعني أحد الكثير بعض الدعاة بالأمس يعني في خطبة جمعة يعني رئيس الجماعة أنصار السنة المحمدية دكتور إسماعيل لما قال أن الاستمرار في هذه القوانين وتغييرها ربما يؤدي إلى تطرف ربما يؤدي إلى تطرف في المجتمع السوداني لأن كثيرين لا يقبلون بهذا الشكل أن يمسدينهم بهذا الشكل فهؤلاء الناس يريدون أن يفجروا الوضع في السودان يستفزوا يستفزوا الشعب السوداني حتى يخرج بعض يعني الناس ربما عن طورهم ونحن هنا نأكد على أنه يجب أن نلتزم السلمية وأنا أبشر الشباب وبشر الناس جميعا أن منطقنا إن شاء الله تعالى يهزم منطقهم وأنما يلفون ويدورون من أجل يعني إحباط من أجل الاعتداء على الشريعة الإسلامية سيذهب أدراج الرياح بإذن الله بوقوفكم بكلمتكم بدعوتكم إن شاء الله تعالى بعيدا عن أي عوف لكن هذا ما سيجعل الحكومة نال رضا المجتمع الدولي وبعض العواصم الغربية ولا يهم رأي السودانيين ورضا السودانيين دكتور محمد ومن أمر من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس يعني هو أيهما أبقى رضا الله سبحانه وتعالى ولا رضا الناس خلون إحنا في النهاية وقل اعملوا إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون إحنا على يقين بأن في مدافعة الباطل أن من صار على حقه ودعا إلى الحق أن الله عز وجل معه للحق فنقول لهم بس ارعوا وانزجروا يعني وخاصة المغفلين البسطاء المبفهم ونقول لهم ياخي انتبهوا يعني احنا ما نتكلم من فراغ وما عندنا مصلحة أنه نثير قضايا ليست في محلها الأمر جلل الأمر جلل والأمر خطير وبالتالي هذه القضية لا تخص محمد عبد الكريم ولا تيار نصرة الشريعة والقانون هذه القضية تخص كل مسلم فعلى كل مسلم أن يقوم بأمره بعدين هنا في نقطة مهمة جدا هذا حديث خطير عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول عليه الصلاة والسلام وهو حديث رواه أبو داود بسند حسن من حالت شفاعته دون حد من حدود الله تعالى فقد ضاد الله عز وجل يعني الذين الآن يلفوا يدوروا يدافعوا عن الوزير دا وممارساتهم ما بيضادون نحن لا نحن بجر والله نحن ضعاه مساكين لكن بيضادوا الله عز وجل فأذنوا بحرب من الله من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله عز وجل ومن خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال ردغة الخبال عصارة أهل النار عصارة أهل النار تخرج من فروج أهل النار وجلودهم تسير في أودية جهنم يحبس فيها كل من قال في مؤمن ما ليس منه يلا انتظر انتظر ما سيأتيك نسأل الله أن يعافينا دكتور محمد هذه المسألة إذن جد خطيرة جدية جدا أنتم لا تستغلونها لتتاجروا بالدين كما يتهمكم خصومكم للنيل من خصومكم السياسيين هذه المسألة تتعلق بالإسلام بالشريعة بثوابت السودانيين أصلا مصطلح متاجرة بالدين هذه طبعا هي مصطلح شيوعي يعني أغلبهم يستعملوا الشعيين نحن نقول من اللي يتاجر بالدين هم ها النغمتين هم الآن النغمتين اللي يشغلين وضوع الكيزان والمتاجرة بالدين طيب القصف شغال أيها المتاجرة بالدين من يتاجر بالدين؟ المتاجر بالدين هذا إنسان يستغل الدين من أجل الدنيا نحن الآن لما نتكلم بهذا الكلام ندفع ثمن باهظ يعني البتاجر بالدين الآن هو اللي يمشي لحمدوك مثلا ولا للبرهان ويحرق له البخور من أجل أن ينال منصبا نحن الآن نقوم بهذا الأمر ونتحمل مسؤولية وربما نتحمل تكاليف فإن المتاجرة في الدين؟ المتاجرة في الدين في هذا في شخص لمن يأتي ويزين الباطل من أجل أن ينال شيئا من الدنيا فبالتالي بالعكس الذي يقف مع هذا الباطل ويزينه هو الذي يتاجر بالدين بعدين كلمة كيزان ولا غيره هذا هذه أمور فرق لا تخيفنا أبدا لأنه إحنا لم نكن في يوم من الأيام أنا شخصيا لم أكن في يوم من الأيام لا في مؤتمر وطني وعندي في تاريخي معارضة واضحة للنظام السابق بعد كده بيفتش لك على حاجة تانية ما منفع معاك كوز يكتب لك داعش الحمد لله أنا من أكثر الناس الذين وقفوا ضد داعش وحذروا من داعش وخطبي ومحاضراتي موجودة لا أدري يعني أين يعني ما هو الشيء أو يقولون لك أنه أنتم الآن تسعون للتغيير وتستبعدون الشباب كله وإحنا نريد الشباب هي أريد هم هذا الحكومة الآن الحكومة التي انتهت صلاحية أعمار بعض الذين في المجلس السيادي ولا حتى اللي كانوا في مجلس وتجري إعادة تركيبها الآن وتجري إعادة تركيبها نعم ما فيه يعني هو هذا ممكن تشاركوا فيها بطريقة أو بأخرى دكتور لو حصل فيه بالحكومة أبدا أبدا المبدأ عندنا أن هذه الحكومة قامت على غير العدالة وعلى غير المنهج الصحيح المنهج الصحيح كان حكومة كفاءات غير حزبية لا تناوش دين الناس ولا ندخل في مشاكل حزبية وتكون حكومة انتقالية تسييرية إلى انتخابات حرة ونزيهة وبالتالي المبدأ عندنا أن هذه الحكومة لا تصلح للتلقيع هذه الحكومة يجب أن تذهب يجب أن تذهب هذه الحكومة وتكون مكانها حكومة كفاءات حقيقية والسودان مليء بالكفاءات أنا أقول للشباب السوداني يعني إحنا ما وجدنا إلا منتمين للأحزاب هؤلاء وإلا الذين في الحزب الشيوعي والحزب الجمهوري بغض النظر عن كيفية اختيار الوزراء الجدد ضمن التعديلات الوزرية هذا موقفكم ثابت بغض النظر عن الأسماء بغض النظر عن قضية الأسماء هي قضية ما قضية الأسماء الآن بالدرجة الأولى قضية الوزائف هذه مبنية على معايير هذه المعايير مبنية على قضية معايير الكفاءة مفهوم هذا الكلام يعني إحنا لما نتكلم عن قضية كفاءة مفهوم هذا الكلام يعني لا يمكن أن تلتقوا مع عبد الله حمدوك على طاولة واحدة أبدا أبدا لن نتقيم على طاولة واحدة بأي حال من الأحوال ما دام أنهما ماشيين في هذا الخط اللي هو قضية حكومة حزبية ومعروف انتماءات عبد الله حمدوك في تاريخه أنه ينتمي الحزب الشيوعي وممارساته الآن تدل دلالة واضحة واختياراته أيضا وتمريراته أيضا تدل دلالة واضحة على أنه ماشي في هذا الخط فهذا لا يصلح إلا إذا غير يعني بفهم منك إذا غير ممكن تغيره طبعا هذا الذي نقوله بعدين إحنا ما نطلب أن هذه الحكومة تكون مننا مثلا يعني أنه والله عندنا ناس جاهزين عايزين نجيبهم أبدا إحنا نقول حكومة كفاءات بمعايير يتفق عليها تمام واضح جدا خلينا نشوف هذا المقطع فضلت الدكتور لامرأة سودانية شاركت ربما بالتظاهرات نتابع دكتور محمد إلى أي مدى هذا الكلام يمثل اليوم نبض السودانيين بل نبض المسلمين رغم كل محاولات تشويه الشريعة الإسلامية هذا هو الأصل في الشعب السوداني أنا كما قلت لك هناك يعني عشرات المقاطع قام بها عدد من إخواننا يعني من الشباب والله لا أعرفهم أنا أنا شخصيا لا أعرفهم لكنه قائم عدد من الشباب في استطلاحات عشوائية في الشعب السوداني فوجدوا هم جميعا يقولون لا يمكننا أن نقبل بقوانين ضد الشريعة الإسلامية هذا الكلام مفهوم معلوم يعني ليست هذه المرأة الفاضلة وإنما الجميع لكن المشكلة أنهم يعني الإعلامهم يحاول أن يصور بين الفينة والأخرى أنه يعني كأنه الشعب السوداني راضي أو ما عنده مشكلة مع هذه المسألة وأنا كنت أتمنى أيضا يعني لو قدر لكم أن تخرجوا مقطع مهم جدا عن الحزب الجمهوري لأنه في احتناح حديثي كدليل على أن هؤلاء لا يرضون حتى بالسواد الأعظم ولا بالأغلبية كلام أسماء محمود محمد طه هي بيت محمود محمد طه المعروف الذي قتل على الردة في أيام نميري أسماء محمود محمد طه وهي قيادية تقول في مقطع منتشر تقول يعني احذروا المساجد ما يأجيبوا لكم ناس المساجد يقول لكم بالأغلبية نشكل الدستور ويدخلوا لنا الدين وعلمانية وكذا ما تخلوا الدين يدخل في الدستور شوف الكلام هذا قال لأن الدستور هذا أسماء محمود محمد طه لأن الدستور ما يبنى على الأغلبية أه عرفت الدستور ما يبنى على الأغلبية شوف الكلام المنطق وتقول للسوار يا شباب الثورة يا الكنداكات طبعا هذا وهم كبير جدا انهم يتوهمون كذب كذبوها ثم صدقوها انا اقول مثل اشعب اشعب الذي كذب كذبة ان وليمة في دار فلما ذهب الصبيان تبعهم فلم يجد هناك ما وجدوا الا اشعب هم كذلك يظنون بان ينادون بان شباب الثورة اياكم وقضية الدين ويدخال الدين في الدستور طيب الكلام ده كلام اسمام محمود محمد طاها ليه ما يرد عليه واحد مثل هذا الذي في المقطع هذا كلام واضح وهذه من التي يحكمنا حزبها الان شريك في حكومة قح عبر القرائي الذي جالس يشطب في الايات هو ما يعني ما داس الحكاية كما نقول نحن السودانيين يعني هكذا بالمفتوح بالمفتوح انه مع سورة الزلزلة تصيب الشباب بالهلع فلا ينبغي ان ندرسهم سورة الزلزلة اذا زلزلت الارض وزلزالها بالملخص دكتور قبل ان اذهب لتغريدة وتعليق فيه تيار هناك تيار اذا يبدو الغائيا اقصائيا تماما وقد اعلن حربا على الاسلام وليس على قوانين معينة هذا الذي ندين الله تعالى به ونشهد به ان نهائر هذه الحكومة هذا ما فهمتهم منك على الأقل كل السياقات كل السياقات كل الوقاع تدل على ان هذه الحكومة جاءت من اجل حرب الدين واقصاء الدين من المجتمع السوداني ولكن اقول لهم خبتم وخسرتم يعني كأنهم ينطحون جبلا اما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكثوا في الأرض نذهب لتغريدة وتعليق سريعا معك فضلت الدكتور نأخذ التغريدة الاولى وهي لحسن شرفي يقول فيها من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فأن لم يستطع فبلسانه فأن لم يستطع فبقلبه وذلك اضعفوا الايمان الحديث الشريف التظاهر ضد قرارات الحكومة العلمانية لن يغير في سياساتهم شيئا ولكنها غضبة امتثالا لأمر الله او لله ولأمر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فعلا هي لن تغير هذه الحكومة لأنها هي لا تفهم الرسائل صم بكم عم بس التظاهر لا عفوا دكتور التظاهر لن يغير في سياساتهم شيئا ايوة شو اللي رح يغير إذا ما حيغير لأنه ما يفهم الرسائل يعني هو كلام صحيح بمعنى أن هذه الحكومة ما حتتغير لا تظنوا أن هذه التظاهرات مع وجود الحكومة ستؤدي إلى إصلاح هذه الحكومة الحكومة هذه ما تنفع كمثل الذي ينعق لا يسمعوا إلا دعاء كمثل الذي ينعق يعني كما قال الله تعالى صم بكم عمي فهم لا يعقلوا ما بيعقلوا يعني هم مصرين على أن ينشوا في هذا الطريق كمن يسعى إلى حتفه بظلفه فبالتالي ما في ما في النتيجة الحتمية نزع هذه الحكومة واقتلاعها وأنا بقول يعني للشعب السوداني اقتلاع هذه الحكومة سهل جدا سهل جدا والبديل سهل لو إحنا صادقين وعندنا لماذا الثوار يعني بعض هؤلاء الثوار محبطين أو قلقين أو خايفين لماذا يخافون يعني تقتلع هذه الحكومة وتذهب هذه الحكومة تحل وتأتي حكومة كفاءات حقيقية بعيدا عن قضية استدافة الدين وبعد ذلك كلنا سنكون مع هذه الحكومة خايفين من العسكر العسكر يا حليل العسكر مع هذه الحكومة يا بسط العسكر مع هذه الحكومة العسكر يا ذوب هم مبسوطين لأنه يقول لك الآن العسكر يفسحون المجال لهؤلاء القحاطة اللي لا يفهموا حاجة من أجل استفزاز السعب السوداني عشان لما يحصل تغيير الناس يقولوا الحمد لله أنه جاءنا العسكر خلصونا من هؤلاء هذه أيضا جزء من اللعبة لكن هل هذا ما تريدونه؟ هل هذا ما تريدونه؟ لا أبدا عشان كده نقول لهم يعني أنتم لا تكون مغفلين يعني أنتم المفترض كلما ساهمتم في تغيير هذه الحكومة في الإطار المدني بعيدا عن قضية تدخل العسكر بحكومة كفاءات حقيقية حتى تنجح نحن نريدها أن تنجح لأنها إذا نجحت معناته إحنا فوتنا الفرصة على قضية أي انقناب عسكري أو أي عودة مرة أخرى إلى العسكر واضح جدا تغريدة تالية عثمان أبو زيد يعلق على تغريدة لوليد عبد الرحمن وليد ماذا قال؟ الاحتفاء بإلغاء قوانين الشريعة في السودان عند الإعلام الغربي واسع بشكل محير هم يرسلون رسالة للعالم أن سبب التخلف والفقر والمسغبة التي نحن فيها بسبب هذه القوانين عثمان أبو زيد صحيفة الڭارديان تشكر الثورة المجيدة على إلغاء القوانين الإسلامية أيوة هو يعني التغريدة الأخيرة هذه هي الصراحة يعني بلاش لفه دوران يعني هم يعني بيقول والله نعم يشكروا على إلغاء قوانين الشريعة الإسلامية سبب الفقر يا دوب كده يعني الوضوع طيب الوضوع طيب أحسن من قضية الكلام اللي ما عنده معنا والله يدين ما ألغوا الشريعة الإسلامية وما في استهداف للدين هم قاعدين ينخروا في الدين كالسوسة الذي ينخر في عصل البناء ما يعني إذن الصحيح الكلام بغض النظر عن رأيه إنه مبسوط هو وإنه هو يعني مبتهج إنه ألغوا الشريعة الإسلامية لكن هذا هو الوضوع هذا التوصيف الصح أنا مستغرب إنه هذا العلماني الأخير اللي هو يعني مبسوط إنه بلقوا بالشريعة الإسلامية ويجيك واحد مثل ضيفنا خليك مثل ضيفنا الأستاذ أحمد علي عبد القادر اللي كان معنا الحلقة الماضية انظر ماذا غرد قل لك إشراك المجتمع في إدانة الداعر والمجرم أكثر عدلاً من مادة الكيزان التي تعتمد على الظنون مثل عبارة يحتمل وهي أحياء لسنة القانون العرفي وهي تتماشى مع تعاليم الدين لإسلام الصحيح طبعاً هذا تلبيس وتدليس لأنه قانون ما فيش اسم العرف العرف تبع الشرع خذ العفو وأمر بالعرف تتماشى مع تعاليم الدين الإسلام الصحيح خذ العفو ما هذا من التلبيس من قال أن القانون العرفي فوق القانون الشريعة الإسلامية القانون الشريعة الإسلامي هو الذي يحكم الأعراف العرف يحدد المقادير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خذ ما يكفيك ولدك بالمعروف بس وين المشكلة بس دكتور هون المشكلة هنا لما قياد يساري في السودان يقول لك احنا بدنا ننسف القانون الإسلامي ويرجع الأستاذ أحمد يقول لك تعاليم الدين الإسلامي هذه المشكلة وين طيب عشان كده أنا أقول هذا يعني اليساري واللي قاعد في واشنطن هذا اللي قبل شوية أنت أصر تغريته بيقول بكل وضوح أشكركم يا حكومة قحط أنكم ألغيتم قوانين الشريعة الإسلامية ومعشين تلغو قانون الشريعة الإسلامية ويجينا واحد يدعي بأنه هو من الثوار ويمثل الثوار يقول لهم لا هذا القانون عادل والقانون ده ما فيه إلغاء للشريعة الإسلامية لا والله أنا بكل صراحة الأول صادق الأول صادق اللي قاله والله يلغو الشريعة الإسلامية والتاني ما صادق وهل أنه يتكلم على خلاف الواقع تمام رح نأخذ الآن بيان تغريدة لكريد حساب كريشة اسمه كريشة تكار يقول لك الكيزان عندما ضاقت بهم كل السبل لإفشال حكومة الثورة عادوا لنهجهم القديم وهو الاتجار بالدين وتظاهراتهم اليوم لدغدغت العواطف ليس إلا البشير كان يقتل طوال 30 سنة باسم الدين ما شفنا لنا إسلامي واحد طلع يوم وقال أوقف القتل والانتهاكات ولا كان قتلهم حلال الزمن ددك طبعا هذا من الكذب الرائج عندهم اللي يروجوه الشوعيين في تغريداتهم إن كل من دعا إلى قضية حماية الشريعة هو كوز وهم ما عرفون أنهم بالمسألة هذه بيجملوا عرفت كيف بيعيدوا الكيزان على حقيقتهم يعني الشعب السوداني شعب عرف الإسلام قبل الكيزان وقبل حسن الترابي وقبل البشير وقبل لميري الذي يأتي ويحمي هذا الدين ويقف وينصر الشريعة الشعب السوداني معه لماذا الشعب السوداني وقف مع الكيزان وقفوا مع الكيزان وغشوهم بشنو إذا كنا خلاص غشوهم غشوهم بشنو بالدين طيب انت تعال وانصر هذا الدين وقول بأن أما تأتي وتلغي هذا الدين وتقول لمن يدافع عن هذا الدين بأنه من الكيزان فهذا إجرام الشيء الثاني إنه ما في أحد من الإسلاميين وقف ضد البشير في قضية ما كان يفعله كذبوا الله كذبوا الله نحن من أول نحن في الرابط الشرعي العلماء والدعاة في السودان بياناتنا واضحة والإرشيف موجود في بيانات دفعنا ثمنها في الاعتقالات سواء في قضية دارفول في موضوع فصل الجنوب لما جاء موضوع فصل الجنوب ونفاشة نحن في الرابط الشرعي العلماء والدعاة وقفنا ضد الإجراءات كلها حتى أخذنا إلى الأجهزة الأمنية واعتقلنا وضيق علينا في حيء إنه كان هؤلاء اللي هم في الحركة الشعبية يتمتعون مع البشير في السلطة ومعه في السلطة هؤلاء الذين كانوا يأكلون على موائد الإنقاذ اليوم يتهموننا نحن اليوم عندما نقف ضدهم كما وقفنا ضد البشير بأننا نحن كنا ساكتين جميل جداً آخر تغريدة دكتور بشكل سريع محمد أحمد جمعة الغضب مطالب الثورة حرية سلام وعدالة هي مطالب الشريعة الإسلامية ومطالب الإسلام في المقام الأول هذه الشعارات يعني هي من الإسلام لكن لما نتقول عدالة العدالة هي العدالة التي بمفهومنا نحن كمسلمين العدالة بمفهومنا كنحن الحرية لما نقول حرية الحرية يعني هل النسان يمشي عاري أو يكون هناك ينضبط بالضوابط الإسلامية ينضبط بالضوابط الإسلامية كده نحن نقول أن المرجعية الإسلامية مهمة جدا في مفهوم هذه الشعارات يعني ممكن واحد يكون عنده شعار الحرية يطلقها في الصين بمفهوم الصين للحرية مثلا وآخر مثلا في أمريكا طيب إحنا السودانيين ما عندنا مفهوم محدد للحرية عندنا مفهوم محدد للحرية تمام أي حرية في الدنيا لها قيود انتهى وقتنا دكتور اختم بما تريد الذي أريد أن أقوله بأننا كشعب سوداني ما وجدنا إلا لنكون إن شاء الله تعالى مسلمين ندافع عن شريعة رب العالمين نحن كمسلمين وجدنا من العدم بفضل الشريعة الإسلامية فبالتالي لا بقاء لنا على الحقيقة إلا في ظل الشريعة الإسلامية فلا ينبغي ومعها الغنى ومعها الحياة الكريمة لأن الله تعالى وعد بهذا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض فأبشروا إذا نحن تمسكنا بالدين وإذا والله فرطنا في أعز ما نملك وهو دين الله عز وجل فليس إلا البؤس والشقع رئيس طيار نصرة الشريعة ودولة القانون فضلت الدكتور محمد عبد الكريم شكرا جزيلا لوجودك معنا في هذه الحلقة من السيد التاسعة أهلا ومرحبا سنتابع معكم مشاهدين الكرام الجزء الأخير من حلقتنا عن الشأن الليبي ابقوا معنا اشتركوا في القناة أشتركوا في القناة